نحن هنا مش بنتكلم مش بنتحدث عن ناشط أو رجل لا نعرفه أو رجل قليل أوضح للثقافة احنا بنتكلم على أبو عمار على عرفات أهم رمز وطني في القضية الفلسطينية الرجل الذي حمل القضية والمقاومة على عاتقه حتى فارق دنيانا تتفق تختلف مع أبو عمار دي قصة تانية خالص الرجل بهذا الحجم أبو عمار تحديدا لا يتحدث هراء مش بس كده هو رجل دلل لك على الموضوع قال لك هل شاهدنا هل رأينا نحن العرب هذه العملة وفي الفيديو هتلاقي أن العملة محطوطة اللي هي فيها الشمعدان وهذه الدائرة الغريبة أو هذه الحدود الغريبة وفي وسط خريطة فعلية رسمت فيها هذه الحدود وكانت واضحة جدا حتى تسهل عليك المقارنة أو يسهل عليك التفسير هم عايزين إيه؟ مش هيخدوه يعني بس هم عايزين إيه؟ هم عايزين سينة وعايزين فلسطين كلها وعايزين الأردن كلها وعاوز جزء لبأس بيه من المملكة العربية السعودية الله لا يقدر ولا يكون وعايزين سوريا وعايزين جزء من العراق لحد الفرات أديك شايف أهو قدام حضرتك حتى لو جباء يعني لو زميلي كمان ساعدوني وحطوه لي في الشاشة الحلوة الجميلة اللي عليها الألوان الجنب دي أهو 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 يعني هنا حضرتك شايف ولا إيه؟ طبعا ده أبو عمار وهو يعرض هذه العملة على مرأة ومسمع من الناس بس إحنا برضو عندنا عادة عربية غير جيدة هيا نحن بس بننسى عرقيا الله يرحمه يا ربه سيد نجيب محفوظ قالك آه فتحارتنا النسيان فكويس إن اليوتيوب ما حزفش الفيديو ده والله مش بعيد يحزفون إحنا من على يوتيوب أهو أهو دهك شايف قدامك العراق شايف قدامك المملكة العربية السعودية يعني جزء ضخم جدا من العراق اللي لم يكن 80% من العراق تقريبا لحد نهر الفورات عندك جزء ضخم جدا من المملكة عندك جزء مملكة العربية السعودية عندك بقى هنا بصوا شايف شايفوا لده لزينا كلها كل كل الأردن كل فلسطين كل لبنان وبعدين عندك الخط من فوق على امتداده شاطر سوريا تقريبا واخب منها التلتين واخب من العراق تقريبا 70% منها واخد في تصوره واخد ياسيدي ده نص سينة يعني أهي حتى تلاقيه واخد خليج العقبة كله عنده واخد فلسطين كلها عنده والأردن ولبنان وتلت سوريا و70% من العراق وبنتكلم تقريبا في تلتة أو نصف المملكة العربية السعودية ايه ده هنا لازم تقعد تفكر هل هو مجرد تبجح يعني انه يحط ده على عملة بتاعته وده من سنين يا ابو عمار من قيمة كان بصحيته يعني الله يرحمه هل هذا تبجحا ولا هذا تعويلا على ثبات عربي ولا هذا تعويلا على انه العرب مش هيخدوا بالهم ومش هيشوفوا مثلا العرب دي كلنا بالمناسبة مش بتكلم على حد بعدونا الآخر يعني يعني ناس حطها على العملة انت متخيل يعني احنا ده مبيني نحط على العملة مثلا ايه توت عنخة امون تحط رمسيس تحط جامع تحط مش عارف ايه حكتك لا ده كيان غاصب اصلا ولا شبر من فلسطين اصلا اصلا بتاعه اصلا وبالرغم من ذلك لا يداري على الاطلاق خطته التوسعية في انه يحقق ما يطلق عليه ادي العملة قدام حضرتك ما يطلق عليه اسرائيل الكبرى فيبقى شايف انه من حقه ياخد نص سينة وياخد فلسطين كلها وياخد الاردن كلها وياخد لبنان كلها وياخد تلك سوريا اوه قدامك اهيه عيانا بيانا صراحة جهارا طيب تعالى ناخد نفس دات الصورة العملة وكلام ابو عمار الله يرحمه ونرجع به على الوضع الحالي الراهن ابو عمار حطى تساؤل مهم جدا هل رأى العرب هذه العملة سؤال مهم والله تعالى ناخد نفس السؤال بتاع ابو عمار الله يرحمه واحنا نسأل فيه نفسنا كلنا وهل رأينا هذه العملة الحمد لله انه بقى فيه فضائيات الحمد لله انه بقى فيه يوتيوب الحمد لله انه فيه اعلام مصري بخير قادر على العرض قادر على التأثير قادر على النشر يشاهد من المحيط الى الخليج بكسافة وليه تأثير اقدر ابصملك بالعشرين ليه تأثير كمان فيه جنوب ووسط اوروبا احنا بقى كعرب وهل شاهدنا هذه العملة وهل نسكت على هذه العملة يعني الا يوجد في ذات صباح او ذات مساء حد يقول يا جماعة الغيل العملة دي شل الخريطة دي من على العملة انتو ازاي تسمحوا لنفسكم يا جماعة ده تهديد واضح صريح لنا كلنا شكرا